السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية في هذا الفيديو سنتعرف على مشروع الواحدة السادسة ثن النقش المغربي اخترنا ثلاثة أنواع من أنواع النقوش المغربية النقش على الجبس والنقش على النحاس والنقش على الحجارة إذن سنحاول إعداد ملسق سنحتاج إلى ورقة وإلى صور وإلى مقس وإلى الغراء يعني الإلساق لإلساق هذه الصور على الورقة لكي نحصل على الملسق سوف نرى النموذج الآتي إذن كما تلاحظون فن النقش المغربي النقش على الجبس اخترنا مجموعة من الصور حول الجبس نقوش على الجبس ثم أرفقناها بنص تتميز ذكورات الجبس المغربي عن غيره من أنواع الجبس الأخرى بأنه فن النقش على الجبس والذي تتميز به المغرب حيث يعتبر من الفنون القديمة والأصيلة التي تناقلتها الأجيال هناك كفن وصنعة ولكن بروزه جاء بسبب اهتمامه بالزخارف والإبداع في التركيز وإضفاء التفاصيل الفنية على العمارة كما قلنا نختار صور حول نقوش الجبس ثم نرسقها على الورقة ونضع عنوان فن النقش المغربي النقش على الجبس النموذج الثاني فن النقش المغربي النقش على النحاس كما تلاحظون بحثنا على صور النقش على النحاس يمكن أن نجدها في مجلات أو في كتب قديمة أو في جرائد تعتبر صناعة النحاس من أبرز الفنون الحرفية في المغرب وأكثرها جمالا وعراقة كما أنها من أكثر الحرف اليدوية التقليدية التي تحتاج إلى حرفيين حقيقيين متمرسين في الحرفة حتى تخرج القطعة من بين أيديهم تحفا فنية تثير الإعجاب والدهشة ويبدع الصناع والحرفيون المتمرسون في هذه الحرفة في صنع أوان وذكورات ومشغولات رفيعة ومتقنة ومزينة بالألوان والرسومات من أوان الشاي والأطباق والأباريق والقدور والمغاسل المباخر والخواتم والأساور والخناجر والقنادات وبقية أنواع الحلي والبنادق والمسدسات التقليدية وذكورات المنازل النموذج الثالث وهو ملتق لفن النقش على الحجارة النقش على الحجر حرفة الأجيال وفن الحضارات في المغرب يعد النقش على الحجر من الفنون الراقية والأصينة التي توارثها المغرب منذ أجيال وحافظ عليها المغاربة منذ القدم وهو حرفة زينت بها أصوار المدن العتيقة والقلاع والحصون كما تلاحظون صور لنقوش على الحجارة ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا ليصلكم كل جديد إن شاء الله وبالتوفيق لكم